والله ما فيش فهر الاتنين بزروا مجود كبير جدا اسلام بأمانة يعني الاتنين انا اشتغلت مع لصارتي يمكن جيبت كابتن ساد عم حفيز ميسك مدير كورة تاني وانا يعني رجعت مدرب عام الاتنين بزروا مجود كبير جدا الاتنين اقصى ما في وسعوهم لتمثيل الناد الاهلي وتشريف الناد الاهلي يمكن كارترون كان ظروفه اصعب شوية ما كانش يجاله الصفقات بتاعت يناير الصفقات يناير فرقت معانا جدا ومن هنا برضو بنتهز الفرصة واشكر الكابتن محمود لان احنا عملنا يعني كان كابتن محمود وكان سيد رجع بقى بمدير كورة وانا احنا التلاتة مش عايز اقولك في خلال وطبعا كابتن عدل القيعة وامير في حتة التخليص بتاعت التعاقدات يمكن في 24-25 يوم كان الانتقالات يناير دي كلها خلصانة كابتن محمود بزر مجود كبير جدا وكان على ثقة كبيرة جدا ان التدعمات دي هتفرق معانا جدا بشكل كبير وفعلا فرقت بالدور التاني بشكل كويس جدا يمكن رمضان صبحي وعودته كمان عندك بقى لو عايز بقى تتكلم ياسر إبراهيم حمدي فاتحي يعني في من المعارة كبيرة جدا بلاعبين اللي فرقت اه اه عملنا جيرالدو كمان يعني وجود لعيبة في وسط الملعب زي حمدي عمل فرق كبير جيرالدو ادش شرق شوية محمود وحيد في حتة الباكليفت جيه عشان علي معلول اتعامل مجموعة يمكن مش عايزة يكون ممكن نسيت حده أو كده لكن دي فرقت جدا النادي الاهلي و وفي نفس الوقت كمان كان محمد فضل اللي الأمانة هو حسام غالي كانوا حضروا قبلها بفترة الشغل ده يعني حضروه كان فضل برضو اشتغل فيه شوية طبعا قطع شرط كبير وجيه سيد برضو كمل الحتة دي الحمد لله الفترة دي كانت يعني عايز أقولك فترة مهمة جدا خلتنا يمكن نرجع بشكل قوي جدا في حتة الدور الدوري كان صعب جدا السنة الفترة لصرتي مدرب محترم زي كارترون وبازل مجهود كبير جدا كل كوتش مفيش حد كامل نارده جوريديولا جوريديولا من كم شهر كم بطل ومنشستر سيتي واخد البريمير ليج والدنيا حواليه الكورة زي الحياة الكورة دايما انت تفتكر لو مسترمان والجوزيه لو انت يعني انت تتذكر كلمته كان يقولك الكورة القدم زي الحياة بالذات شوية فوق شوية تحت شوية الكسر شوية فوز وخسارة زي تتعلم الفوز وزي تتعلم الخسارة الفوز يعلمك التواضع خسارة تعلمك القوة لما تخسر يبقى الموقفة كنت قوي ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا فبزل مجود كبير جدا وخد بطولة صعبة وبطولة جميلة للنادي الاهلي كلنا بزلنا فيها مجود كبير كلنا ضحينا على فكرة يعني كل الجهاز الفني والليه عيبة ضحوا في هذه البطولة الأخيرة تضحية غير عادية طيب خلينا بقى نروح نشوف دور الأسرة في حياة كابتن محمد يصف نطلع عشر